شهداء الكويت الأبرار سطروا أروع صور البطولة والاستبسال في مقاومة العدوان العراقي الغاشم وقدموا الغالي والنفيس دفاعا عن وطنهم وأرضهم مكتب الشهيد التابع للدوان الأمري يستذكر تضحيات شهدائنا الأبرار في الذكرى الثلاثين للتحرير وما قدموا من صور الحب والعطاء في سبيل الوطن والذودي عنه طهرت دماءهم تراب الكويت لترتوي جذورها بأرواح شهداء الكويت ولتكون خير مناسبة لذكراهم الأعياد الوطنية نحتفل بمرور 60 سنة على استغلال الكويت و30 سنة على التحرير طبعا شهداء الكويت الآن 1289 شهيد في منهم قبل الأدوان واثناء الأدوان وبعد الأدوان أثناء الأدوان تقريبا ألف شهيد ضحوا برواحهم عشان دولة الكويت وسالت دماءهم على هذه الأرض الطيبة لنعيش على هذه الأرض ونحتفل في مرور 30 سنة على تحرير دولة الكويت أقول حقا ابناء الشهداء ابتخروا أن هذا أبناء باقكم الأبطال اللي ضحوا برواحهم عشان الكويت وتبقى الكويت عالية ومثل ما قلنا ألمنا فوق كل بيت شهداء أنا فخر الكويت مكتب الشهيد التابع للدوان الأميري والذي احتضن أبناء الشهداء وأسرهم في محاولة لتعويض القليل من الفقد الذي شكله اليتم لأبناء الشهداء أبارك الكويت حكومتنا الشعب مناصبة عيد الاستغلال وعيد التحرير ندعى الله أن يديم الأمان نعمة الأمن والأمان على بلدنا بغالي الكويت ونحن كأبناء الشهداء فخورين فخورين مما قدموا أبانا لهذا الوطن دال الروح والتضحيات والوطن يستاهل يستاهل أكثر مهما أعطينا من التضحيات سواء أرواحنا لأن ديرتنا هذه اللي حيانا فيها وعشنا فيها وراح نموت فيها وراح نندفن فيها واليوم الحقيقي بعد ثلاثين سنة من عودة والدي وندفن على هذا هذا يمكن الشيء اللي كان ناقصنا يعني أنه يندفن على الأرض الطيبة اللي ربه فيها وعاش فيها والأمانة مكتب الشهيد ما قصروا يعني خلال الفترة هذه كلها ثلاثين سنة ترموا شوية أنك ترعى أبناء الشهداء أصلا قويهم يعطيهم العافية وما قصروا عوضوا جزء من فقدان اليابان وسام فخر واعتزاز على صدور أبناء الشهداء ففقيدهم هو فقيد الكويت الذي اختار أن يسطر مشوار التضحيات بأغلى شيء يملكه وهو حياته فداء للوطن وستبقى ذكراهم خالدة منقوشة بقلوب كل كويتي وكويتية رحمة الله على من قدموا أرواحهم فداء للوطن عيشة أحمد من أمام أبنى مكتب الشهيد تلفزيون دولة الكويت